طيب الاجتماع اللي عملوا مؤخراً فيتسو موسماني مع اللعيبة بعد انتهاء تمرينة من التمرينات وقال لهم يعني ما يفيد بأنه هو بقاله فترة مش قادر حتى يحط إيده بشكل نهائي على القوام الأساسي للفريق في إشارة منه لأن كل اللعيبة كلهم هايلين وكلهم كويسين وعنده في كل مركز أكتر من لعب بديل إلى آخره وقال كمان أنه الفترة اللي جاية هيعمل روتيشن على كل اللعيبة وبرضو قال في إشارة خفية كده ما معناه يعني أن كل واحد بقى يثبت نفسه اللي عايز يخافز على مكانه في ملعب هو اللي يثبت بالنسبة لنا كمدير فني أنا هعمل الروتيشن بما يتماشى مع فكرة أن أنا عندي لعيبة كلها جهزة فكرة كنعكاس الكلمتين دول على اللعيبة يعني وإحنا داخلين برضو على مرحلة المرحلة اللي جاية زي ما إحنا كنا لسه بنقول محل وافريقي محل وافريقي فإلى أي مدى كلمتين دول ممكن يبقى لهم أثار طيبة على نفس اللعيبة بص خليني نتفق أن دي يعني بالنسبة للمدير الفني بتبقى مشكلة يعني فنية حلوة جدا مش بتبقى حاجة مزعجة بالعكس لما يكون عندي السكواد كله في كمة مستوى الفني والبدني فده حاجة بتريحني أنا لأن أنا هقدر أعمل الروتيشن بشكل كويس أقدر أعتمد على ناس في مبارات الدوري وأقدر أعتمد على ناس في بتورة أفريقيا أقدر الدكة عندي هتبقى كويسة جدا وقوي جدا هتصنعني الفرق في أي وقت فده بتبقى أزمة كويسة يعني لأي مدير فني أعتقد بيكون مبسوط جدا لما يلاقي التلاتين اللعيب اللي معاه والخمسة تلاتين اللعيب اللي معاه كلهم في حالة بدنية وفنية واحدة فده بتنعكس عليه هو كمان بحاجة كويس لكن هو التصريح اللي قاله التاني لا كل واحد عايز يثبت نفسه في ملعب ما فيش حد حاجز مكانه النادي الأهلي ما فيش لعيب حاجز مكانه باسمه في الفرقة لا فيه لعيب هينزل يقدي حتى لو زياد طارق أعتقد الناشئ أو نصير أو أي حد نزل من الناشئين وأثبت كفاقته وأثبت أنه هو جدير بسكة الراجل هيتديله فدي كورة أنه أنت اللي بتثبت لنفسك وانت اللي بتثبت مكانتك وقدارتك في اللعب من عدمها من خلال التسعين ديال اللي بتتلعب أنت اللي بتقدر تخلي الراجل أو تجبر الراجل اللي هو يعتمد عليك في الفترات كتير جدا فترجع في الأول في الآخر للعيب دي بتدي فرصة للعيبة أن مكانتش بتحصل على فرص كتير الفترة اللي فاتت أنها تموت نفسها أكتر اللي هي تشتغل على نفسها أكتر أنها النهاردة مثلا واحد زي حسام حسن واحد من الناس اللي أعتقد مستنية فرصة يعني على نهار لأن حسام حسن كان راجل مهاجم منتخب مصر كان راجل هدفل الدوري فأعتقد لو قطيحت لي الفرصة بشكل أكبر ووقتي كافي أعتقد ممكن يتمسك بها بشكل كبير جدا فدي هتعود على مصلحة للنادي الأهلي اللي وراء أو محمد شريف برضو هيحاول يلعب بكامل قوته بكامل طاقته وكامل تركيزه فكل ده هيعود على مصلحة للنادي الأهلي وعلى الجهاز الفني للنادي الأهلي حلو